موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشط الأخبار أهلا بكم بداية استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين التلتاء برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في نابلوس بالضفة الغربية المحتلة عند بوابة جبل جرزين وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سيارة كان على متنها الفلسطينيين الثلاثة وتصاعدت ردود الفعل الداخلية الرسمية والشعبية المنددة بالجريمة فيما توعدت الفصائل الفلسطينية برد قاسم مشهد آخر للغطرسة الصهيونية استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين بعد اغتيالهم بدم بارد على يد قوة الاحتلال الصهيوني في جبل جرزين بمادينة نابلوس أحدهم أعدم من مسافة الصفر جريمة إطلاق نار قالت مصادر إعلام فلسطينية إنها تمت على سيارة كان بداخلها الشبان الثلاثة لم يكتفي جنود الاحتلال بإزهاق أرواح الشبان الثلاثة بل منعوا وصول التواقم الطبية إلى مصرح الجريمة كما قاموا بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى المنطقة الجريمة الصهيونية سريعا ما أطارت غضبا فلسطينيا رسميا وشعبيا واسعين الخارجية قالت إن جريمة الاحتلال في نابلوس تؤكد مصداقية التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية ترى وزارة الخارجية أن جريمة نابلوس وغيرها من الجرائم هي الرد الإسرائيلي الرسمي على ما قامت به دولة فلسطين بالأمس ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين في تقديم مرافعة دولة فلسطين الشاملة والتفصيلية لمحكمة العدل الدولية وهي تأكيد على مصداقية التوجه للمحاكم الدولية لاستصدار رأي استشاري بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده وصولا لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية الفصائل الفلسطينية قالت إن جريمة اختيال ثلة من أبطال المقاومة تضاف إلى سجل الكيان الحافل بالجرائم مؤكدة أن دماء الشهداء الثلاثة لن تذهب هذرا وستتحول إلى نار وبارود يطالان الكيان ومستوطنية وتأتي الجريمة الصهيونية الجديدة وسط احتدام الصراع داخل الكيان مع انقسامات تمس بشكل دافت حكومة نتنياهو التي تحاول التهرب من أزماتها بارتكاب المزيد من المجازر ضد الشعب الفلسطيني وفق ما يجمع عليه مراقبون هذا وقالت رئاسة الفلسطينية إن اختيال الشبان الثلاثة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني يمثل جريمة حرب وهو استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن استمرار عمليات القتل اليومية واقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى جانب الاستطان لن يخضع الشعب الفلسطيني وأكد أبوردينة أن حكومة الاحتلال الصهيوني هي وحدها من تتحمل تابعات ما يجري من عدوان وجرائم سواء من قبل قوات الاحتلال أو إرهاب المستوطنين الذي يجري تحت حماية جيش الاحتلال في شأن آخر أدانت جبهة البوليزاريو والجريم التي ارتكبها مؤخرا الاحتلال المغربي ضد الناشط الحقوقي الصحراوي رشيد صغير وفي رسالة وجهها ممثل الجبهة بالأممية المتحدة سيد محمد عمار إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي الحالية بربرا وودوارد فقد أكد الدبلوماسي الصحراوي أن الهجوم الهمجي والانتقامي الذي نفثته عصابات مغربية ضد الناشط رشيد صغير وبتدبير من قبل أجهزة المخابرات المغربية يعد استمرارا للنمط الممنهج للجرائم البشعة التي تقترفها الأجهزة الأمنية لدولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة جددت جبهة البوليزاريو استعدادها لإصدار رخص صيد مباشرة كحل انتقالي للصيدين الإسبان والأوروبيين شريطة التفاوض مع الشعب الصحراوي بشأن أي اتفاق يشمل الأراضي الصحراوية عقب انتهاء اتفاق الصيد البحري بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي من مرحلة إسقاط العمل باتفاقية الصيد غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي تنتقل جبهة البوليزاريو إلى مرحلة توطين المكتسبات وتفتح نافذة حل انتقالي لصيدين الإسبان والأوروبيين لمزاولة مهامهم بعدما صدت الأبواب في وجوههم إثر انتهاء اتفاق الصيد البحري غير الشرعي بين بريكسل والرباط دون وجود نية لإعادة التفاوض بشأنه قبل نهاية العام الجاري أكد جبهة البوليزاريو مجادداً رغبتها الصادقة في إطار المساهمة الإيجابية أنها مستعدة لإصدار رخص صيد مباشرة لتقديم حل انتقالي للصيدين الإسبان والأوروبيين وأسرهم الذين أصبحوا رهائنا بفعل أخطاء قادة دولتهم ولئن اقترحت الجبهة حلاً انتقالياً للأوروبيين للصيد فإنها ومن موقع قوة تمحد الطريق للمطالبة بالتفاوض المباشر معها بشأن أي نشاط داخل الأراضي الصحراوية مستفيدة من المزايا القانونية التي اكتسبتها من أحكام القضاء الأوروبية المبطل لأي اتفاقية تتجاوز موافقة الشعب الصحراوي بالنسبة إلى أولئك الذين يصرون على وهم اتفاق محتمل فإن التصريحات الدعائية التي تقف وراءها الحكومة المغربية لا تساوي شيئاً في مواجهة القوات القانونية لمبدأ موافقة الشعب الصحراوي الذي تنبثق صدقيته من أحكام المحكمة الأوروبية وحتى محاولات إسبانيا توقيع بروتوكول صيد جديد مستغلة موقعها كرئيسة للاتحاد الأوروبية لم تؤتي أكلها بعد تخلي المفاوضية الأوروبية عن اتفاقية أضحت إطاراً فارغاً لا يمكن للدعاية المغربية ولا الإسبانية تغيير واقعها الاستفادة من العرض الذي تقدمه جبهة البوليساريو مشروط بقبول حكومات الصيدين المهتمين بالعرض وفقاً للوائح والقوانين الأوروبية المنظمة للقطاع الكرة الآن في ملعب سلطات الأوروبية وبالأخاص سلطات الإسبانية التي تضرر أسطول صيدها أكثر من غيره بتوقف أنشطة الصيد في مياهها الإقليمية إلى حين صدور الحكم النهائي للقضاء الأوروبي تواصل الجبهة حصد مكاسب ديبلوماسية وقانونية ولعل مغادرة سفن الاتحاد الأوروبي المياه الصحراوية وحرمان المخزن من الأموال الأوروبية يعدان خطوة كبيرة لصالح القضية الصحراوية تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من السيطرة على 80% من الحرائق التي اندلعت عبر 16 ولاية من البلاد فيما تتواصل عملية الإخماد على مستوى 13 بؤرة موزعة عبر 7 ولايات بيان لوزارة الداخلية الجزائرية كشف أن التجند ليلة أمس دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية بالمورد البشري والعتاد وفعاليات التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة عوامل مكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد جل الحرائق ووفق البيان ذاته فإنه تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأشرت السلطات المحلية بالمناطق المتضررة من الحرائق عمليات معاينة الأضرار للمضي في إجراءات التعويض أدوى عزى الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون الجزائريين في استشهاد مواطنين من مدنيين وعسكريين جراء الحرائق التي نشبت في عدة ولايات وأعرب الرئيس والتبون عن مشاطرته أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم مؤكداً تضمن الدولة المطلق في هذه الظروف العصيبة مع أسر الضحايا من مدنيين وأفراد من صفوف الجيش الجزائري استعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد دعطاف ونظيراته التنزانية ستيرجو مينا تاكس سبل تعزيز العلاقات الجزائرية التنزانية في أفق الاستحقاقات التنائية المستقبلية لا سيما الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة المزمع عقدها بالجزائر مطلع الشهر المقبل وبحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية فقد أكد الطرفان خلال مكالمة هاتفية تلقاها عطاف مع نظيرته التنزانية على ضرورة مواصلة الجهود وتكتيفها لضمان نجاح هذا الموعد الهام وتحقيق الأهداف المرجوة منه على مختلف الأصعيدة هذا ووفق المصدر ذاته فقد أعربت رئيسة الدبلوماسية التنزانية عن تعازيها الخالصة للجزائر في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض الولايات مؤكدة تضامن تنزانيا ووقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الضرف الصعب والأليم أودى حادث سيرين وقع ليلة الاثنين إلى تلثاء بولاية البيض بالجنوب الغربي للجزائر بحياة سبعة أشخاص كما تسبب في صابة ستة وعشرين أخرين بجروح متفاوتة حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية الجزائرية في حصيلة جديدة ووفق المصدر ذاته فقد وقع الحادث ليلا على مستوى الطريق الوطني رقم ستة وذلك إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كما تسبب حادث مروري وقع صابحة ثلثاء بأقصى الجنوب الجزائري بولاية التامنراست في وفاة أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة وفق ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية بالولاية وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارات نفعية وفق المصدر ذاته أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن أجهزتها انتشلت خمس جثث جنوبي الصحراء لمهاجرين من إفريقيا وبحسب بيان للداخلية الليبية فقد تمت العملية بمنطقة مقفرة قرب الحدود مع تونس مشينا إلى أن دوريات عثرت على الجثث قرب المنطقة الحدودية مع تونس بين ظهرة الخص وطويلة الرتبة قتل أكثر من عشرين جنديا صوماليا في الهجوم الانتحاري الذي استهدف أمس الاثنين معسكرا للتدريب في العاصمة مقاديشو ونقلت مصادر إعلامية عن عضو البرلمان الصومالي محمد إبراهيم معلم قوله إن الهجوم شنته أو شنه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا واستهدف أكاديمية جال صياد العسكرية التي تضم متطوعين عسكريين مشينا إلى أنه أوقع أيضا نحو ستين جريح المسؤول والصومالي أضاف أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الهجوم فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنها في أخبارنا الأخرى قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغي إن بكين مستعدة لدفع العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا إلى مستوى أعلى وتوسيع التعاون في مجالات جديدة وفي لقاء جمعه بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليندي باندور قال كبير الدبلوماسيين الصينيين إن آلية بريكس هي أهم منصة لممثلية الأسواق الناشئة والدول النامية الرئيسة لتعزيز الحوار والتعاون فضلا عن أنها بمثابة أهم قناة للتواصل الاستراتيجي في جنوب الكرة الأرضية أعلنت السلطات العراقية أمس الاثنين إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان لها أن العناصر الأربعة ألقي القبض عليهم في محافظات بغداد الأنبر وكاركوك في عمليات منفصلة سنادا على معلومات استخبارية بالتعاون مع قوات الأمن يأتي هذا في وقت تخوذ العراق حربا للقضاء نهائيا على تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه النائمة نفذ أبطال جهازنا سلسلة عمليات في مناطق مختلفة من البلاد حيث شرعت قطاعاتنا في محافظة كاركوك بتنفيذ واجب يلقاء القبض على الثاني من المظلوبين وتفتيش وتدمير سبعة وظافات لعصابات داعش الإرهابية وضمن عملياتنا في المنطقة الوسطى تم تنفيذ عدة عمليات في محافظتي بغداد والأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على الثاني من الأرهابيين في بغداد وثلاثة أرهابيين في محافظة الأنبار وضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية أسائج السليمانية وفوج مكافعة الأرهاب السليمانية تم إلقاء القبض على أربعة مطلوبين في مناطق مختلفة من المحافظة أحدهم يشغل منصب أمير مجموعة إرهابية في إصابات داعش انطلقت اليوم عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المتهالكة قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر في عملية تهدف إلى تجنب كارثة بيئية حسب ما أفادت به الأمم المتحدة في بيان ومن المتوقع أن يستغرق نقل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة خلال حوالي ثلاثة أسابيع وتأمل والأمم المتحدة في أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار تصدر الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبيرتو نونيز فيخو نتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إسبانيا الأحد دون التحقيق الأغلبية ما يدخل البلاد في مرحلة حسابات معقدة لليسار واليمين لتشكيل حكومة جديدة دون استبعاد الذهاب نحو جولة إعادة معركة التشريعيات انتهت وبدأت لعبة التحالفات في إسبانيا بعد تصدر اليمين النتائج الأولية دون حسم السباق الذي حصدت فيه المعارضة أغلبية برلمانية نسبية لا تكفيها لتشكيل الحكومة الجديدة إلا بعقد تحالفات مع أحزاب أخرى الحزب الشعبي فاز في الانتخابات العامة وبصفة مرشحه فمن واجب تشكيل الحكومة إذا كان الحزب الأكثر حصولا على الأصوات غير قادر على الحكم فإن البديل الوحيد هو الجمود سأبدأ الحوار مع الأطراف الأخرى حتى لا تعاني إسبانيا مزيدا من الحصار الذي فرضته الحكومة الحالية مسعى النية الصادم مع تشبث بيدرو سانشيز بالسلطة رغم الخسارة رغبة وإن كانت صعبة المنال نظرا لما حصل عليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته وحلفائه المحتملون من أصوات غير أنها قد تمكنه من جر المعارضة نحو جولة إعادة للانتخابات كانت إسبانيا واضحة للغاية لقد فشل الحزب الشعبي وفوكس فشلت الكتلة الرجعية التي اقترحت الإلغاء التامة لكل التقدم الذي أحرزناه خلال هذه السنوات الأربع مأزق سياسي تلح بوادره في أفق إسبانيا حسب متابعين في ظل وجهة النظر المتباين والمتصادم أحيانا بين أطراف التحالفات المحتملة لتشكيل حكومة اتلافية إنها أنباء سيئة للغاية أن بيدرو سانشاز الذي خسر الانتخابات يمكنه عرقلة تنصيب حكومة يمينية بل يمكنه أيضا الاستمرار في الحكم بدعم من الشيوعيين والإرهابيين والانفصاليين لقد فزنا اليوم أعدكم بأن ابتداء من الغد سأبتأ الحوار مع جميع القوى التقدمية في بلادنا لضمان تشكيل الحكومة بين احتفال زعيم المعارضة بفوز مبتور من الأغلبية واحتفال سانشاز بخسارة أقل مرارة من المتوقع يبدو أن إسبانيا على موعد مع صيف سياسي طويل ومفاوضات شاقة لتشكيل اتلاف حكومي تشتد حوله التجاذبات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها إعادة الانتخابات على غرار سيناريو 2016 و2019 هذا وأعلن زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز في خفتك كتشكيلته السياسية الدعم من بعض الأحساب ضمن المحادثات الأولية التي شرع فيها منذ الأحد لتشكيل حكومة اتلافية فيخو في كلمة ألقاها أمام أعضاء من حزبه كشف عن تحصوله على دعم حزب الشعب الباسكي إلى جانب تحالف الكناري مع تأجيل قادة الحزب الوطني الباسكي والحزب الشيوعي الإسباني وفوكس الفصلة في مواقفهم صباح اليوم أجريت بعض المحادثات مع مختلف القوى السياسية بهدف تشكيل حكومة مستقرة في إسبانيا خلال الأسابيع المقبلة تحدثت أمس مع الحزب الاشتراكي وتم تأجيل إعلان موقفه إلى ما بعد الكشف عن نتائج الانتخابات خارج إسبانيا كما تحدثت مع حزب الشعب الباسكي الذي أكد دعم تشكيلته السياسية لنا في حال تولينا شؤون الحكومة كذلك الحال بالنسبة لتحالف الكناري كانت لنا أيضا محادثات مع رئيس الحزب الوطني الباسكي ورئيس حزب فوكس الذي سنواصل المحادثات معه خلال الأسبوع في حال قبوله تغيير حكومة سانشاز زعيم الحزب الشعبي استبعد دخول إسبانيا حالة الانسداد المؤسساتي مبديا استعداده للدخول في حوار مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته لتجنب هذا السيناريو في حال رفض سانشاز للحوار مع الحزب الشعبي فإننا سنبحث كل الوسائل لتشكيل الحكومة في أقرب الأجال لتجنيب البلاد الدخول في حالة انسداد باعتبارها سيناريو غير مرغوب فيها وينضم إلينا من العاصمة الإسبانية مادريد موفد الجزائر الدولية بالقاسم فايد عيشاوي أهلا بك إذن يبدو أن مشهد الانسداد السياسي في سبيل تشكيل الحكومة يتكرر مع عدم تحقيق اليسار واليميل الأغلبية ضعنا في صورة المشهد بالقاسم نعم زاميلي أحمد فيما يبدو أنها ملامح سيداد تخيم على نتائج الانتخابات في مشهد غير مسبوق في تاريخ البلاد يتكرر للمرة الثانية فيما تتواصل المفاوضات لا تزال جارية بشأن تشكيل الحكومة الإتلافية لكل المعسكرين اليميني واليساري حيث بالأمس كنا أمام مقر رئيس حزب المعارضة اليمينية ألبرتو نونيا فيخو حيث أكد أنه جرى مشاورات متقدمة مع أحزاب الصغيرة الكتلانية والباسكية فيما يخص دعمها لذكوين أقول حكومته الإتلافية فيما نفى الحزب الشعبي الباسكي بني أوبي أقول رفضه لدعم الحكومة الإتلافية لرئيس المعارضة اليمينية فيخو بالمقابل كان أكد أيضا رئيس المعارضة أو رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانتشيث الرئيس الوزراء المنتهي ولايته على أنه أيضا أجرى مشاورات ومحادثات من أجل تكوين حكومته اليسارية فيما أيضا كنا استطلعنا أو قمنا باستطلاع الرأي فجل المواطنين هنا في دهشة عارمة لأن الاحتمالات التي كانوا رشحوها جاءت عكس ذلك في التصويت المواطنين شكرا لك موفد الجزائر الدولية بالقاسم فايد عيشاوي شكرا جزيلا لك كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد تواجه أوروبا موجة حر شديدة تجاوزت معها درجات الحرارة حاجز الخمسين درجة مئوية وسط توقعات بأن تشهد اليونان التي تعاني من حرائق الغبات الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق في وقت تعيش إيطاليا ثالثة موجة حر خلال الصيف الجاري فيما ارتفعت درجات الحرارة بشدة في إسبانيا موجة حر شديدة تمعن في قصوتها على العديد من دول العالم من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا وشرق المتوسط تتجاوز مستويات الحرارة الأربعين درجة في جل دول المنطقة للأسبوع الثاني على التوالي ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في إسبانيا مع تسجيل موجات حر شديدة في معظم المقاطعات الإيطالية التي تعيش ثالثة موجة حر خلال الصيف الجاري لمست فيها درجات الحرارة الخمسين في بعض مناطق جزيرة سقلية مما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ جوية بحث عن تذكرة عودة إلى الديار هروبا من ألسنة النيران هكذا تبدو الصورة في اليونان التي تواجه موجة حر تاريخية تسببت في نشوب حرائق أجبرت الآلاف من السياح في جزيرة كورفو على مغادرتها فيما سارعت السلطات بتنفيذ عملية إجلاء لأكثر من 2500 شخص كإجراء وقائي بعد يوم عسير عاشته فرق الإطفاء في مكافحة حرائق طالت حتى شواطئ جزيرة رودوس السياحية مجبرة السلطات على إتمام أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد شملت نحو 30 ألف شخص وضع دفع بآثينا إلى طلب تعزيزات من دول الجوار في مواجهة موجات الحرائق المندلعة لليوم السابع على التوالي ولا تزال عناصر الإطفاء في حالة تأهب قصوى بعد نشوب 64 حريقا جديدا في مختلف أنحاء البلاد بعيدا عن اليونان توقع خبراءه في مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تستمر موجة الحر الشديدة التي ضربت مناطق مختلفة من أمريكا إلى بداية أوت المقبل مع تأثير اقتصادي وصحي ستعاني منه العديد من الولايات خاصة بالجنوب الغربي وعلى طول ولاية ساحل الخليج انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة